بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري السلام عليكم أحبتي في الله ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدي ومولاي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هل سمعتم في يوم من الأيام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسقي نصرانيا من ديانة أخرى يسقيه الماء حقيقة الذي يطلع على هذا الخلق النبوي العظيم يجد أن الإمام القمة في كل شيء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه توجد عندنا هذه الرواية وغيرها من الروايات أنه كان يحسن لجنس الإنسان وكل من هو بل حتى الحيوانات وللأسف ليس لنا من الوقت حتى نتكلم عن أخلاق أهل البيت مع الحيوان لا أرقى من ذلك أخلاق أهل البيت مع جنس الإنسان بغض النظر عن ديانته ومذهبه ولونه بغض النظر عن كل ذلك إمتنا صلوات الله وسلامه عليهم يتعاملون مع مخلوق إما شبيه لك في الخلق أو نظير لك بالخلق هذا خلق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في رواية في كتاب الكافي يقول مصادف مصادف اللي هو خادم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كنت مع الإمام الصادق صلوات الله عليه بين مكة والمدينة يعني في طريق مكة والمدينة كنت أسير مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فمررنا على رجل في أصل شجرة مستلقي شخص مستلقي عند شجرة أسمى به الله أعلم ولكن الإمام صلوات الله عليه كان يعلم ما به فمررنا على رجل من أصل شجرة وقد ألقى بنفسه فقال الإمام الصادق عليه السلام لي يعني إلى خادمه مل بنا إلى هذا الرجل يعني توجه بنا إلى هذا الرجل فإني أخاف أن يكون قد أصابه العطش العطش الضماء أخاف أن هذا الإنسان عطشان ومستلقي عنده شجرة تعال خلنسقي شيء من الماء يقول فملنا إلى ذلك الرجل وكان رجلا من الفراسين رجل طويل الشعر مواصفات معينة من قبيلة معينة فسأله الإمام سلام الله عليه قال له أعطشان أنت قال نعم فقال لي يعني الإمام سلام الله عليه قال لمصادف فقال لي يا مصادف انزل فسقه الماء قال فنزلت فسقيته الماء ثم ركبت وسرنا مشينا وسرنا فقلت للإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله هذا نصراني أتتصدق على نصراني يعني على غير دين الإسلام بل هو على دين المسيحية بل رجل مسيح نصراني على غير دين الإسلام رجل نصراني وأنت تتصدق عليه لاحظوا كلام الإمام سلام الله عليه قال نعم أتصدق عليه إذا كان على مثل هذه الحالة لماذا لا تجوز الصدقة بالعكس الصدقة على جنس الإنسان لذلك الصدقة على غير المسلم الصدقة المستحبة طبعا على غير المسلم أمر جائز حتى فقها أيضا هو أمر جائز لا إشكال فيه طبعا من خلال هذه القصة البسيطة أن يتبين خلق الإمام سلام الله عليه والمستوى الإيماني الذي لا يفرق فيه بين مسلم وغير مسلم من باب الإنسانية وهذه صفة جدا مهمة أعزائي الأمر الآخر في مسألة بيان حقوق الإنسان وفي تعظيم وبيان حرمة الإنسان أيضا في قصة أخرى يرويها صاحب كتاب الكافي اللي هو شعيب يقول شعيب تكارينا تكارين يعني أجرنا اللي الإمام الصادق عليه السلام كان عنده بستان وهؤلاء خدام للإمام أو عبيد أو خدم كانوا يعملون عند الإمام سلام الله عليه فالإمام أمرهم أن يكتروا أشخاص يعملوا في غاذه البستان هؤلاء ذهبوا جاءوا بناس وعملوا في البستان مع الإمام في بستان الإمام سلام الله عليه هنا الرواية ماذا تقول وكان أجلهم إلى العاصر يعني إذا حل العاصر وقت العاصر ينتهي وقت هؤلاء العمال فعندما حل العاصر فلما فرغوا قال الإمام سلام الله عليه مباشرة لاحظوا أعزائي هناك نكات لطيفة لابد أن نفهمها من سيرة الإمام الصادق عليه السلام مع عمال يعملون في بستانه عمال يعملون في بستانه فلما فرغوا قال لغلام له قال أعطهم أجورهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم هذا مثل مشهور عندنا أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ولكن هذا نص حديث لإمامنا الصادق صلى الله عليه وسلامه عليه قال أعطيهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم هذا خلق من أخلاق أهل البيت سلام الله عليهم فعلا هذا الضعيف الإنسان العامل عندما تعطيه أجره مباشرة يشعر بماذا؟ يشعر بالعزة ويشعر أنه فعلا إنسانيته قد اكتملت بحصوله على أجره كاملة كاملا وهذا شيء جيد كذلك من مراعاة حقوق الناس وبيان حق الناس بغض النظر أيضا عن جنسياتهم وألوانهم وأجناسهم أيضا رواية أخرى يرويها صاحب كتاب الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه طبعا تعلمون أئمتنا سلام الله عليهم كان عندهم محبين وكان عندهم أيضا مبغضين أعداء لأهل البيت من بني أميته وغيرهم فهؤلاء الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن حقيقة بأناس يعني لا يعرفون حق الإمامة فواحد من هؤلاء اللي هو يرويه الكافي قال عن حماد بن عثمان قال كان بمكة رجل مولى لبني أمية هذا اللي هو عدو للإمام الصادق سلام الله عليه يقال له ابن أبي عوانه له عنادة مع الإمام سلام الله عليه يعني كان يؤذي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول فلما دخل الإمام الصادق عليه السلام إلى مكة حاجن وبدأ يطوف حول الكعبة المشرفة فجاءه هذا المعاند قال له يا ابن رسول الله لماذا لا تستلم الحجر؟ لماذا لا تستلم الحجر؟ أولم كان جدك رسول الله يستلم الحجر؟ أنت لماذا لا تستلم الحجر؟ قال الإمام سلام الله عليه ليبين له قيمة الإنسان قال إني لا أستلم الحجر وليس ذلك لعدم استناني بسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنني لا أستلم الحجر أخشى أن أتأذى أو أؤذي أحدا من الناس طبعا كما تعلمون الناس عندما تذهب إلى الحاج يتقاتلون حول الوصول إلى هذا المكان اللي هو الحجر الأسود ويحاولون أن يصل ويتمسحوا بذلك المكان ولكن الإمام سلام الله عليه أعطانا نكتة جميلة أنه لا ينبغي للمؤمن أن يفعل مستحبا ويكون الحرام مقدمة لارتكاب ذلك المستحب الحرام مقدمة لارتكاب مستحب طبعا لا يجوز ذلك فأذية المؤمن أو أذية المسلم في سبيل تحقق ذلك المستحب لا يجوز لأنه حتى يصل الإنسان إلى الحجر يتقاتل قد يؤذي نفسه وهذا أمر مرفوض في الشريعة الإسلامية فلا ينبغي للمؤمن أن يحقق مستحبا بمقدمة محرمة وهذا لا يجوز فلذلك في الرواية يقول أنه أتى أبو عبد الله عليه السلام الطواف فقال يا أبو عبد الله ما تقول في استلام الحجر استلام الحجر فيه عظيم الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى فقال الإمام الصادق عليه السلام لقد استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما لي أراك لا تستلمه يا ابن رسول الله لماذا لا تستلم الحجر عندما مررت به فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكره أن أؤذي ضعيفا أو أتأذى أنا أخشى أن أؤذي لواحد أو أنا أتأذى فقال قد زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استلم الحجر فلماذا لا تستلمه أنت لاحظوا عزائي النكتة الكبيرة في هذا المورد يقول لإذا كان رسول الله يستلم حين الطواف فلماذا لا تستلم أنت فأجاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رآه الناس عرفوا له حقا فأفرجوا له وأما أنا الإمام يتكلم عن نفسه في زمانه صلوات الله وسلامه عليه وأنا لا يعرفون لي حقا فلا يفرجون لي إنا لله وإنا عليه راجعون اللهم عرفنا حقهم اللهم عرفنا حلالك وحرامك وبين لنا أحكامك اللهم إنا نسألك أن تعجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان اللهم عرفنا حقهم وحشرنا في زمرتهم بفضلك وبمنك وبباركة محمد وآل محمد اشتركوا في القناة